بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام وركيا الشرعية النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية زهور الخالة في المنام هنتكلم عنها بشكل عام وهنعرف اهم التفسيرات المتعلقة بيها وهنعرف امتى بتكون رؤيتها محمودة وامتى بتكون رؤيتها غير محمودة اولا لما يشوف الشخص انه في بيت الخالة رؤية دخول بيت الخالة ويشوف الشخص ان البيت مترتب ونضيف اولا بشارة بفرحة وبسعادة وكمان برفاهية لما يشوف انه واسع فبشارة بساعة في رزقه كمان من الراع لما يشوف الشخص العكس انه دخل البيت فلاقاه شوية ديق او متوسخ او غير نظيف يعني فمن الرموز اللي بتكون العكس بتكون ديقة هيمر بيها الرائي او هم او حزن ممكن يمر بيه لما يشوف انه هو دخل وخرج تاني من البيت الديق ده فبشارة لي بالفرج يمكن بعد ديقة او بعد عصر كمان بيت الخالة الواسع في اللمنام برضو من الراع اللي بتبشر الشخص بتحقيق امنيات وتحقيق احلام كان بيتمنى ان هو يحققها برضو رؤية بيت الخالة المتسخ والغير المرتب احيانا بتدل على قلق ممكن يمر بيه الرائي او مشاكل نفسية خوف قلق توطر حزن ممكن يمر بيه في الفترة اللي جاية كمان بيت الخالة الكبير الواسع بيكون بشارة برفاهية وبتحسن في حالة الرائي بالاخص في حالته المادية كمان البيت الخالة النظيف المترتب دي فرحة وسعادة وفرج للرائي برضو لما يشوف الشخص ان هو دخل بيت الخالة ولقاء ان هو شوية ديق احيانا بتدل على مشاكل ممكن يمر بيها او ازمات ممكن يمر بيها الفتاة العزباء كمان لما تشوف الخالة في المنام فمن الرائع برضو اللي بتبشرها بالزواج كمان لما تشوف ان هي بتحضن الخالة برضو من الرائع اللي بتدل على الزواج والارتبوت لما تشوف ان هي شافت الخالة وجاية بمظهر كويس وبملابس نجيفة وتشوف ان هي بتقبلها في المنام فتحقيق امنيات وتحقيق امنيات يمكن كانت منتظراها من فترة طويلة برضو لما تشوف ان الخالة هي اللي بتديها شيء لما تشوف ان الخالة بتديها شيء فبشارة بحدوث امور مفرحة ليها في الفترة القادمة لما تشوف انها بتديها فستان او بتديها اي حاجة لبس بشكل عام فمن الموز برضو اللي بتقول على قدوم خاطب ليها وبشارة ليها بالزواج لما تشوف ان هي بتديها مال فدي منفعة ممكن تحصل عليها منها ممكن تقول المنفعة دي منفعة مادية او منفعة بالدعم وبالنصيحة لما تشوف ان خالتها بتديها حزاء رؤية انها بتاخد من خالتها حزاء احيانا بتدل على حصولها على فرصة عمل وفرصة عمل جيدة الرجل كمان لما يشوف ان هو دخل بيت الخالة وشافه انه دايق فده هموم ومشاكل لما يشوف انه خرج منه فبشارة ليه بزوال هم او بزوال ديئة لو كان عنده مشاكل مادية وشاف انه خرج من بيت الخالة المتسخ او الدايق فده بشارة بسداد ديونه كمان الرجل لما يشوف انه دخل بيت الخالة ويلاقيه واسع ونديف فده ساعة فيه رزقه وحصوله على مال لو كان عاطل كمان من الرؤى اللي بتدل على حصوله على وظيفة وكمان بشارة بيراحب بال لما يشوف الرجل انه هو بيقبل خالته في المنام فبشارة ليه بالفرج وبزوال هموم وبخلاص من مشاكل كمان بشارة ليه بتغييرات هتحصل في حياته التغييرات دي هتكون تغييرات ايجابية المرأة المتزواجة كمان لما تشوف الخالة جاية بمظهر لائق وملابس نديفة فبشارة ليه بتحصل في احوالها وبالاخص في احوالها المعيشية او المادية بشكل عام كمان بشارة بزوال هموم بزوال حزن بخلاص من خلافات من مشاكل كانت بتمر بيها احيانا كمان من الرؤى اللي بتدل على فك قرب خصوصا لما تشوف الخالة المتوفية رؤية الخالة المتوفية للمرأة المتزواجة ده فك قرب وانتهاء مشاحنات او انتهاء خلافات زوجية لما تشوف انها دخلت بيت الخالة ولقيته نواسع فده ساعة في رزقها او رزق زوجها رؤية الخالة وهي مبتسمة في المنان فبيكون بشارة بقدوم خير وبقدوم سعيدة كمان لما نشوف ان الخالة بيتهادي الرأي بهدية هداء الخالة للرأي بهدية بشارة بنجاحات هيحققها الشخص وتحقيق انجازات والنجاحات دي هتكون نجاحات متتالية كمان رؤية الخالة برضو للمرأة الحامل لما تشوف المرأة الحامل ان خالتها نايمة جنبها في السرير فبيكون بشارة لها بانجاب مولود زكر والله اعلى واعلى كمان رؤية الخالة للمرأة الحامل برضو بيكون بشارة بقدوم رزق بقدوم خير خصوصا لما تشوف ان هي دخلت عليها البيت فبتديها طعام او بتديها شرب رؤية موت الخالة لما يشوف الرأي ان خالته توفت في المنام اولا موت الخالة من الرموز اللي شوية بتدل على مرور الخالة بحالة نفسية سيئة لما يشوف الشخص ان ماتت ورجعت تاني ليه الحياة فمن الرؤية اللي بتدل على طول عمر لها كمان رؤية تقبيل الخالة تقبيل الخالة لو فتاة عزباء وشافت ان هي بتقبل خالتها فمن الرؤية اللي بتدل على زواجها وزواجها يمكن بعد فترة هي كانت شوية ممكن تكون متأخرة في الزواج كمان لو امرأة متزوجة فبردو بشارة لها بالحمل برضو يمكن بعد فترة من الزواج ده كده باختصار اهم التفسيرات اللي متعلقة برؤية الخالة في المنام اتكلمنا عنه بشكل عام باتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت وان شاء الله اردت عليكم بشكركم جدا وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلام